مصطفى محمد طبعا انا بحبك جدا مصطفى والموقف اللي حصل من كابتن حسام البادري لما قال انت عايز شغل كتير و مش عارف ايه انا وقفت وعملت فيديو قلت ما ينفعش كده مصطفى محمد مستقبل الكرة في مصر كلنا واحنا بنلعب كان عندنا عيوب مفيش لعب ما عندوش عيوب لكن انت مصطفى انا بحبك جدا لكنك تغيب من نديك في فترة التعاقد بتاعك اي لعب في الدنيا بص انا اقرأ حاجة عندي ابن النادي ومش ابن النادي وابن خلتي وابن عميتي لأ انا عندي فيه تعاقد احمد فتحي هفضل احترمه طول العمر ليه في نهاية التعاقد مع النادي الاهلي برغم ان المواقع عادت تشتمل لما مضى مع البرامدس انما هو في فترة تعاقده كمل تعاقده كان بيقاتل بيموت في الملعب واخر يوم تعاقد ليه على ورق العقد اخر يوم قال لهم شكرا والناس وقفت له الدكة وقفت له كده وتعزيم سلام لانه لاعب محترم لازم تعاقدك تحترمه مصطفى محمد تتعاقدك السنادي مع النادي الزمالك ساري وانت ماضي على كده تلتزم معسكرات تبقى موجود معسكر تبقى موجود التدريب تبقى موجود ماضي تبقى موجود بعد ما تخلص عقدك عايز تروح بقى الميلا يا عم برشلونة دي بتاعتك انما دلوقتي في وقت تعاقدك مع نادي الزمالك الزمالك هو اللي يوافق على انك انت تحترف لانك انت يا مصطفى لما تروح تحترف في نادي وتتقلق فيه وبعد كده يجي نادي في انجلترا لفربول مثلا عايزي اشتريك انت لازم موافقة النادي الاجناب اللي انت فيه تقدر تغيب مش هتقدر تغيب انك تقطع في نادي الزمالك تدريب غلط كبير وانا زعلان جدا منك انت يا مصطفى انت لسه صغير لما تغيب عن ناديك في فترة التعاقد لو انبارح اخر يوم في تعاقدك مع الزمالك وعايز تروح يا سيد الجن الاحمر مش هتفرق معانا لكن انت دلوقتي فيه تعاقد مع ناديك النادي اللي هو في جنبك النادي اللي علاك النادي اللي في فترة تعاقدك معاه الهدف اللي بتجيبه الدنيا كلها بتعرف بيك انت لعبت بقلك ثلاث سنين فانديها اعراض كنت بتجيب جوان وكنت بتجيب هاتريك فيه مطشط كنت بتجيب هاتريك كنت ترى الواحد اللي بتكلمه ده لعيب كويس ده نجم كبير ده يبا هو ده مستقبل التهديف في مصر مكش حد يعرفك لما الجيت في ناديك وسجلت الناس عرفتك عن طريق النادي ده سيبك ان النادي ده ليفضل عليك ومش ليفضل عليك الافلام العرب دي انت فيه تعاقد يا بابا ده كارترون اللي هو المدير الفني لما الناس قالوا ايه يا عم ده نادل هو مش نادل هو معاه في العقد بتاعه ادفع مثلا 250 مش عارف 1000 دولار ولا مش عارف ايه دفع لهم الفلوس وكان قاعد في المكتب وعلى شماله مرتضى منصور شخصية محترمة ليكوا كذا في التعاقد ادي الشرط الجزائي وسلاموا عليكم ده اللي احنا نقول له شكرا لانه مش بالعقد اللي معاه مع نادي الزمالي فيلر كل ناس ايه ده ده سابنا لا ولا سابنا ولا حاجة مكتوف في العقد من اول اكتوبر مش عارف 10 اكتوبر ليك الحق انك تمشي الراجل فضل في النادل الاهلي ملتزم ومعاهم في المؤتمرات الصحفية وفي كل حاجة حتى في اليوم الاخير اللي هو هيمشي فيه قانونا بالعقد كان فيه مؤتمر صحفي وتكلموا بتاعه وسلاموا عليكم وبرضه بيقولوا عليه نادل عشان مشي بالعقد انت عندك عقد انك تقعد في ناديك تخدم ناديك يا سيدي اخر يوم في العقد بتاعك عيس روح اي حتة روح انما تلود راعة ناديك وتقعد في بيتك عشان ده فيه ناس اللي سمحة تقول ايه يا مصطفى يا مصطفى يا النادي ما يبيعه يا عم النادي سلق انا لو مسئول في نادي الزمالك دلوقتي لما لاعب يقعد في بيته يلوي دراعي عشان امضيله على موافقة ان هو يحترف كل اللاعبة الصغارة هتعمل كده فيها يبقى انا كده ماليش قرار يبقى اللاعب هو اللي هو دراعي وهو مالوش حق مصطفى هو نادي الزمالك لما بيمض طريق حامد ولا بيمض مصطفى محمد ولا ابو جبل وان الناس دي بيدهم سوداني ولب ولا بياخدوا ملايين ما بياخد ملايين اعمل بيها غيابك اليومي ولا اليوميني التلاتة دول لا واقفة جامدة في نادي الزمالك وانا ازعلان جدا من مصطفى وعلى مصطفى ان هو بالتفكير ده اعمل لايك للفيديو والشارك في القناة شكرا اشتركوا في القناة